ودنك في السنوية وبعد السنوية وفي الجامعة وفي حياتك عايزك تفتكر شواء حاجات كده معينة هقولها دلوقتي بالله عليك تحطها في حياتك الجاية كلها سام الله صلى الله على رسول الله دلوقتي أنا عندي شكلنا وعنده شرطي عندي الراجل ده بدأ يحفر 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 بدور على كنز ماس وبعدين يعني عدى وقت طويل جدا لما كان قرب خلاص قرب خلاص ان هو يوصل للكنز بتاعه كان خلاص احبط كان مل كان تعب كان رجع وكان كبر شوية عدى وقت طويل هو ما وصلش فكان رجع شوي طيب تفتكر يعني اللي انا عايز اقول لك ايه عايز اقول لك ان احنا ساعات بنجري في الدنيا وراء حاجات كتير وراء احلام وراء تمحاط وراء حاجات عايزين نعملها وراء احساس بقيمتنا وراء ان انا عايز احس بقيمت من المجتمع والناس وراء حاجات كتير وعايز اغير شخصيتي عايز اكون في حياة احسن عايز اكون مبسوط اكتر عايز يكون حواليها نتبة حبني عايز وعايز وعايز فأحنا بنجري عشان نحقق اللي احنا عايزينه أو ما طالبنا في الحياة حلو ساعات كتير بينكونه قربنا ساعات كتير بيننا وبين اللي احنا عايزينه شعرة وبنرجع تاني انت عايز تقول ليه؟ سمي الله صلى الله عليه وسلم من غير كلام كتير اللي انا عايز اقولهولك بالله عليك بالله عليك ما ترجعش بالله عليك كمل بقى بالله عليك اصبر بقى انا عايز اقولكم حاجة حبابي معظم الناس بتيجي عند الاخر وتحبط طب ليه يا ابني ما هي مش بايلها ملامع انت شفت الغيب انت طلعت على الغيبيات انت عارف رزقك فين ما يمكن اصلا خلاص انت قربت بس انت مش عارف انت لازم يكون عندك حسن في ربنا وحسن توكل طب يفرض انا فعلا فضل تحفر كتير فضل تسعى كتير فضل تتعب كتير فضل تشتغل كتير فضل تعمل حاجات كتير وفي الاخر ما وصلتش عمرك مش هيضاع الفاضي عمرك هتاخد بيح حسنات عند ربنا سبحانه وتعالى علي اقل خالص انت تبع وطلع من الدنيا وانت عملت اللي عليك فهو مقولة دائم بتقول ادي ما عليك ولا عليك الخلاصة اللي انا عايز اقولها بالنسبة لنقطة دي عشان اخش في نقطة تانية اللي انا عايز اقولها لك ان انت مفيش حاجة سمها لازم انا اشتغل دلوقتي والنتيجة تكون دلوقتي لازم اتعب دلوقتي وانجح دلوقتي لازم اسعى واشعرف ايه وحقق احلام بسرعة انا عايز اقولك ان مثلا النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام اشرف الخلق في عمره، ما كانش في واحد ما كانش في رسالة من تاربعين سنة لتلاتة وستين تلاتة وعشرين سنة التلاتة وعشرين سنة دول وقته تصير بالنسبة للاربعين طيب إيه لحصل غير الأمة كلها؟ غير البشرية كلها لحد دلوقتي الرسالة إلى قيام الساعة مكملة فالفكرة كلها مش الشرط أننا ألاقي العاظنة عند ربنا بسرعة ألاقي النتيجة بسرعة اننا تعب قلال ولاقي كتير لا، الفكرة كلها ممكن تكون بتتعب فترة طويلة فترة إعداد 40 سنة 40 روحات على إعداد وبيهيقوا والحكمة معينة فضل لحد 40 سنة ونازل على إله واحد وبعد كده في وقت قليل كانت النتيجة في وقت قليل كان الفكت اللي أثر في الأمة كلية وفي البشرية كلها ملخص الكلام ما تبقاش باصل تحت رجليه أنا لازم أتعب بسرعة ولا أقل العوض بسرعة لا ممكن تلاقي العوض أخر شوية بس بيجي كبير دي نقطة النقطة التانية زي ما قلتلك مفيش حاجة اسمها موجود بداع الفضل إن لا نضيع أجره من أحسن عاملها ده ربك اللي قال فأنت وإنت بتتعب في مذاكرتك خليك عاملها لله 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 يعني أنا قلت الحديث قبل كده إن الملائكة لطدق أدمحتها حول طالب العلم رضاً بما يصنع إنت عد بتذاكر بتاخد حسنات الملائكة محوطاك طيب دي في المذاكر بعدين في الجامعة بعدين في حياتك أنا اشتغلت وما فيش نتيجة اشتغلت ومش عارف إيه كفاية أصلاً إن أنت خارج طالب الرزق طالب إن أنت تعمر في الدنيا طالب إن أنت يكون لك إما في المجتمع طالب إن أنت تصرف على نفسك أو يكون لك دخلي عشان تعمل ذاتك وتفتح بيت وتكون أسرة دي كلها لو حولت نيتك شوف حولت نيتك بس بدل من تطالع للدنيا حول نيتك إنها كمال لله بتصب في حسناتك في الآخر بتصب في حسناتك وربنا ده عوضك دنيا وآخرها طالما أنت بتعمل وبتكتهد لله فبالتالي المعادلة مع ربنا لو أنت جيت فكرتها ما فياش حاجة خسرانة وصلت بسرعة تمام إن عوضنا عند ربنا اتأخر عوضك شوية هيعوضك في الدنيا مجاش عوضي في الدنيا خالص هيعوضني في الآخر طالما كانت نيتي لله فالمعادلة مع ربنا كسبانّا كسبانا ملخص الكلام باللعليك ما ترجع ملخص الكلام باللعليككمل ملخص الكلام باللعليك امو وعافر وذوق نفسك ملخص الكلام عافر يم كان فعلا هتوصل ملخص الكلام لو ما وصلتش على الاقلا هتحس بامتك هتحس ان عمرك مضاعش لو احنا جماعة جبنا رجوه عنده 70 سنة 70 سنة بيموت كده على فراش الموت وسألناه ركز معاك وانت سألته حضرتك قلت له تفتكر انت لو رجع بك للزمن شوية لشبابك هتعمل ايه تفتكر هيقولك هجيب 12 عربية هتجوز اربعة هحاول اجيب فلوس كتير من الحلال ومن الحرب هيقولك ايه هقولك هعبد ربنا كويس عشان خلاص وفي نهاية الطريق راح لربنا سبحانه علي واستغل كل لحظة من عمري لله وصح وفي الابتهاد وفي السعي وانه نعمل حاجة مفيه لتنفعني في دونيتي وفي اخرتي والاهم دلوقتي الاخر فبالتالي مفيش ندم مفيش ندم انت مش تندم بعدين على الناس الصحابك اللي سبوك والناس اللي خزلوك واهلك اللي بيعبوك والناس اللي حواليك اللي بيزقوك كل الكلام ده انت مش تندم عليه انت هتندم على انا ضيحت عمري اوي في المشاعر السلبية كده ضيحت عمري اوي في استنزاف روحي واستنزاف قلبي واستنزاف عواطفي واستنزاف وقتي للناس وعشان الناس ومع الناس وعشان يقولوا ويعيدوا انا ضيحت كل لحظة ممكن كنت عيشها بسعادة وبتعمل في الارض اخد عليها حسنات وكون مبسوط وحس بقيمتي وانفع الناس وانفع نفسي واخد عليها حسنات في الاخرى ودراجات تعالى في الجنة ضيحتها كلها في النوم والكسل والاحباط وسوق الظن والعزب الله بربنا سبحانه وتعالى وماستغلهاش صح انت مش هتندم الرجل اللي عنش بيدي السنة ده او لما يكون عادا كسبينها مش هتندم على اجر ده غير ان انت ضيحت وقتك وعمرك في حاجات كتير كانت ممكن صغارة حاجات كتير كانت ممكن تعدي حاجات كتير مكانش لها لازمة بس انت عيشت فيها كبيرة انت هتلاقي نفسك ضيحت عمرك كتير في الكآبة والحزن والهم اكتر من السعادة نفسها طب ليه مستهلة ايه العمر فيه ايه اصلا ملخص الكلام للمرة الخمسين في نفس الفيديو ده انا عاز اوصل حاجة باللعلك كمل باللعلك ما تجيش دلوقتي بعد ما عررت توصل وتقع تعبت ارتاح شوية تعبت خد نفسك شوية خلاص الدنيا دائد بك شوية الجر ربنا شوية لكن ما ترجحش لكن ما تحبار ما توقفش في مكانك يا جماعة اخر حاجة هقولها لك مفيش حد وصل في الدنيا غير لما بيزوق نفسه كتير كتير ايه كلنا اقسم بربي انا هضرارك بالسلب نفسي انا بعض الاحيان ببابش قادر اصحة خالص من عسرين من وجع جسمي من وجع النفسي ساعات ما كلنا بنقابل حاجات بالضيائقنا بس الفكرة كلها انت بتخرج يا جيو انت بتقول لانتك وجع نفسه وما انت بتنصحنا لك مين بيخرج اسرع يعني انت فيه ناس بتعيش في الوجع النفس ما كلنا لازم يحصلنا حاجات وجع النفسيا من ناس من اشخاص من ظروف من شغل تخسر حاجة ما توصلش لحاجة بسرعة لازم لازم تأثر بشر بس من اللي بيخرج بسرعة ومن اللي بعيش في الكئابة من اللي بعيش في الحطام من اللي بعيش في الدراما من اللي حب الدراما ده وعاش فيه وعاش في قط وعاش في عزبيته وسيجن نفسه في خياله ان خلاص تبينها مفيش حاجة حلوة والعمر بعدي كده وخلاص انت طلعت عملت ايه ولا حاجة عيشت كئيب المهم فساعات اقسم بربي ببزوق نفسي من ع السرير مش قادر انا جسمي تحبات عندي مثلا برد عندي مثلا جسمي واجعني وبزوق نفسي من ع السرير وبقول هانت هانت انت بتوصل رسالة كملها للاخر هانت انت عندك حلم كبير اغسله للاخر طيب وساعات مش قادر خالص بافتكر كل حاجة حواليها حلوة طب هانت عشان طلبك اللي مستنينا طب هانت عشان نفسك طب هانت عشان الناس مش عشان الناس اللي ارضيهم لا عشان الناس اللي انا بنفحهم ولمortunate عليهم في رآبتي فساعات كتير بقول هانت أقسم بربي ساعات بقى قدام المراية والله العظيم و고ول هانت عارف اللي هو خلاص احنا فصلنا اعلمك هانت يا بطل اقبط يا حبي هانت ورتح هامد معلش كلنا لازم نقول كده طب انت لو وقفت بالنص واتكعبلت على بوزك وما وقعتش تاني وما قلتش لنفسك معلش وما زقتش نفسك ما وما حدش هيزوءك غيرك ما حدش هيشدك غيرك ماجد امام هيحفزك وهيشجعك تمام بابا ومام هيعيطه عليك ويا ابن زاكر وانت مستبالك بضيع تمام مدرسينك هيقولك انت فاشل وشد حيلك وانت مش نافع كيف يكره كده بيحفزك ماشي المهم ما فيش حد هيطلعك بجد غيرك مفيش حد هيغير من تفكيره وغير نفسيته ويسعى ويتكمل غيرك فبالاخر لو انت فضلت مقلوب على وشك مش هتقوم وتكمل ومش هتوصل لحاجة هتفضل تافف في الدنيا وملكش قيمة ولا ليك حاجة خالص والله اعلم بالاخرى بقى ما انت استسلمت وضعحت ودخلت في كئابة الله اعلم ده حساب ربنا ما يش دعا بيه ممكن تكون ورايب من ربنا بس استسلمت في احلامك مش قصتي بس القصص ايه؟ ضيحت الدنيا واخر ضيحت الدنيا على القلق ضيحت عقال ضيحت حاجات كتير طيب ليه؟ اللي وصل احساب منك في ايه؟ باقولك انت وهيه ساعات بقولك تعب دلوقتي عشان تفتح بعدين لا راحة دلوقتي ولا راحة بعدين خلقت الراحة فى الجنة خلصت الراحة فى الجنة مفيش حاجة اسمها راحة فى الدنيا يعني هتفضل تتعب دلوقتي فى السنوية عشان تخش جمع هتتمربط فى الجامعة عشان تتخلص هتخلص في بيت الجامعة هتلاقي نفسك بتجري في الدنيا علشان تصرف على نفسك أو تصرف على بيتك بالنسبة للراجل أو ستيت ساعات بتشتغل لظروف وبتشتغلش هتربي ولادها المهم كلها فيها تعب ومعاناة لحد الأخ فأنت لازم تنشف كده الله يسترك عشان الكلام اللفلي ده مش هيأكل عيش كلام اللفلي اللي هما بيقول لك الدنيا وردي وهتتفتح قشطة وكل حاجة هتمش بقى في الشرعة تلاقي الدباديب بتنزل حواليك والقلوب بتنزل حواليك والدهب بيمطر بالسماء الناس سماء لا تنتر ذهب ان الله فضة خلصت فبالتالي خلك هتراح في الجامعة فانت لو منشفتش وعملت اللي عليك وزقت نفسك وكملت للآخر وما استسلمتش ومراجحتش ما يكنمش حد غيرك مش هتوصل لحاجة خلاص انت انت السبب في نفسك خلصت طيب يا جيو انت معنى كلامك ان خلاص الدنيا كلها صعبة ودراما وهتمرمت في ديونيتي كلها لا ان مع العصر يسر ان بعد العصر يسر ده ربنا اللي قال اللي خلقك واللي خلق الدنيا هو اللي قال في حاجات هتهون عليك وصولك هيهون عليك فرحتك هتهون عليك ناس كتير في وقت معين بس ناس صح في وقت صح هتهون عليك مش الناس الرخيصة اللي انت عارفها ولا هتضيعلك مستقبلك دلوقت سواء صحاب او رايشنشبه محرمه هتشاوشاول توليتين فنانة في جهنم او اي نيلة او ناس خزلتك او ناس بعيتك او ناس ضحكت عليك او ناس بتستغلك او ناس كرهاك او ناس حفضك مش دو في وقت معين مع ناس معينة ربنا هيعوضك صح فملخص الكلام ان مع العصر يسر هتتعب شوية وهتلاقي فرحة شوية هتتعب شوية ومقاحوحة شوية وهتلاقي نفسك بتجني صمر التعبك اشتغلت جوزت جوازة كويسة بتربع عيالك كويس بقيت مكانك كويسة ومش شرط يقول ليه الطب ولا هندسة فكك من قوم الكلام ده باشا امتك في نفسك في نفسك الانبياء رأوا الغنم ثم قادوا الامم مفيش حاجة اسمها دكتور انا لازم اكون دكتور عشان اكون محترم بالناس ياخي كيت الناس مفيش حاجة اسمها كده انت مش هتعيش للناس الناس اول ما تندفن هينسوك وانت عايش مركزين معاك انت عملت ايه وصلت لفين نجحت ولا ما نجحتش تجوزت ولا ما تجوزش فشلت ولا ما فشلتش انت حسن منها في ايه انت توحش منها في ايه وقعتها يفرحوا فيك طلحت هيزعلوا منك طب موت ولا انا فكرينك فملخص الحتة الاخيرة دي مفيش راحة في الدنيا يا ابني خلقت الراحة في الجرنة النقطة الثانية والاهم بقى تركز معاها بركلة الدنيا فيها حاجات حلوة كتير لما تتعب شوية تقوم تنجح تحس بالنجاح عامل زي الناس لما تجيلا حاجة بالسهل بيستمتعش بيها لكن لما يكون بعد مرمطة وتعب بتستمتع بيها بجد الدنيا فيها حاجات حلوة كتير وفيها حاجات تهون كتير وما فيهاش ألز من لحظة الانتصار على النفس من انهزم أمام نفسه انهزم في كل الميادي ومن انتصر على نفسه انتصر في كل الميادي خلصانة لو انت انتصرت على نفسك وقوت نفسك وشدت نفسك فضل ربنا سعيد في الدنيا وفي الآخرة كمان بس على فاكرة الكلام ده بيجي بالتدريب وبالتعود وبالراحة عشان ما هتباش عندي حماس اعمل ايه؟ اعمل الصحة ايو اعمل ايه؟ اعمل الصحة اللي هو ايه الصحة؟ انك تبدأ تاخد بالاسباب واحد احسن زين في ربنا اثنين عندك مذاكرة كبيرة فهندلها بالراحة سيبك من لفاية اقسم بالرب من دلوقتي تقدر تلم الدنيا في المراجعات وفي اللي جاي وناس قبل كده حصلت ما انت شايف كده؟ اعمل لك ايه؟ ما اقول لك ايه؟ انت اللي بتحبط نفسك اوه؟ انا بقول لك تجربة وقعية يا عام مش بقول لك نصيحة بقول لك وقعية في السنين اللي فاتت في شهور اربعة لحد الاخر لامو الدنيا تمام اشوف اللايين بس يكسف انت مثلا بقول لك انو انت تعالي نجري الاخر الشارع والمهم نوصل قبل الساعة 8 بالليل تمام؟ فانا ماشي براحتي ما انا بدء بدري بقى ماشي براحتي وبدال دين وشعارفين ووصلت يا بالساعة 8 انت الساعة 8 يلا ربع وحب على السرين انها ريس وانا اتأخرت خدتها جاري 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 ايجيوها يا مرجح خدتها جاري ووصلت وانت بتين هاجع لساعة 8 المهم احنا الاتنين وصلنا في المعاد عايز تقولها جاي عايز اقول لك ان تأتي متأخرا خير من اللي لا تأتي ابدا اوفقتي في الاخر الساعة اقول لك لو انت ما بدأتش من الاول السنة زي يكن من في ماشي براحتك عشان توصف المعاد وفي الاخر السنة خدها جاري وهتوصف في معادك المهم تلحق الباص المهم تلحق المركب المهم تلجم معانا خدها جاري وكسف يومك لالعين ابشا معاك انت بقيت بتشوف الحصة تشينه الحصة تصرك تصرع الجيو توقف الجيو تلك تمسع الكون اللي اولاين بقت تحت ايدك فانت ممكن بالاخر مقاصل في العربي ما أثر في الكيميستري في الفيزياء في الجيولوجيا واريفرت ما أثر في إيه؟ أكسف وقته كل يوم حصة واتنين كل يوم حصة واتنين واجه يوم جمعة فعلا أخذ نص راحة عشان برضو هيا أفصل وأكمل طب تعبت وخد نفسك دلوقتي أخذ لك يومين في ريش أجازت نص سنة أخدها في ريش وبعد كده أكمل المهم الله يبرك لك المهم الله يبرك لك تكمل ومترجحش وتعمل عليك لو أنت بقى طلابي بيسمعوني الحد دي هتين تنزل لسوشيال ميديا لو طلابي بيسمعوني في جامعة ولو طلابي جربانا كربهم أنا مش عجوز قبل الدرجات دي وتخرجوا لو في ناس بتخرجها تفرج علي لو أنت شايف أن أنت عايز تعمل حاجة بس مش عارب بقى أعمل إيه؟ دور على الحلول فكر بطرقية مختلفة احسن الظن في ربك شوف اللي ممكن تغياره حواليه كان كان في شغلك ولا في دراستك ولا في حالك شوف عادتك اليومية السيئة وحاول تغيارها شوف صحابك اللي ضيعوك وهيندموا عليك ركز معي الله يبرك لك هم اللي هيندموا عليك في الأخرة وفي الدنيا كمان يعني أنت بس لو تخرج مع صحابك عشان ترضيهم هم بعدين صحابك ههن فاشلين منهم فلان انت انت هيقول عليك ده فاشل ده ضيعني في انبداع وقتي يعني هم اللي هيندموا عليك في الدنيا وفي الأخرة ركز معي يالي تنى لما اتخذ فلان خليل في الأخرة ياريتني مخدتش فلان صاحب فبالتالى الله يشترك كل التوافع وكل الحاجات اللي انت شايف بتضحي عشانها دي وشايف لها ايه ما والله العظيم ما لها ايه نفسك ان انت ترممها وان انت تعالجها وان انت تلملم شتتها وان انت تطلطب عليها وتكبر بخاطرها وان انت تقويها تاني وان انت تتعالجها تاني وان انت تزقها تاني وان انت تتفحها تاني وان انت تخليها تكمل وتعافر وترجع لك روحك تاني وتعرف أنت رايح فين في الدنيا وهدفك إيه في الدنيا وتعمل إيه بالضبط للآخرة أي حاجة غير دي مالهاش إيه مولا لأزم طوعة تنسى دول يمكن قرب تتوصل ربنا يرضيكم ويرضيكم ربنا أصل أموركم وسعي دنوبكم وحق أحلامكم بالله علي تكمل بالله علي تكمل بالله علي تكمل بالله علي تكمل